أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 160 ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعين مواطناً من خلال 138 قافلة طبية تم تنفيذها خلال الشهر الماضي يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية تم إجراء 26 ألفاً و763 تحليل دم وطفايليات وأشعة وتم عقد 34 ألفاً و306 ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين تهدف هذه القوافل إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية